السلام عليكم. انا عبد الرحمن بدر. معرض الاظر للتطبيقات الهندسية اسكس. النهاردة هنكمل باقي الانترو دكشن بتاعتنا للاردوينو. وهنتكلم بالزات عن الاردوينو اونو. فده كده شكل الاردوينو اونو كاي. عايز اعرف كل حاجة موجودة في البوردة دي هي عبارة عن ايه. فبنروها كده. اول حاجة بس عشان تبقى فاهم يعني ايه كلمة انا لما بقول لك بن فالمقصود بيها انا لما بقول كلمة بن بيقبل مقصود بيها اه حاجة مسلا زي دي. دي كده قدر عليها بن. يعني ايه بن? البن دي بيبقى فيه سلك اسمه بيبقى عمل زي الدبوس كده بيخش في دي. يبقى بدايته عمل زي الدبوس كده. فبتخش هنا ويبقى معاك سلك. تعرف توصله على اي حاجة. فلو انا قلت لك مسلا هنوصل على البن رقم خمسة يبقى انا اقصد كده ايه? السلك دوت تجيبه وتحطه على البن رقم خمسة. لو انا هنوصل على البن رقم تسعة يبقى السلك ده تجيبه وتحطه على البن رقم كام تسعة. وهكذا. طيب ايه بقى البن رقم خمسة والبن رقم تسعة? يعني البن رقم خمسة والبن رقم تسعة بتعرف الارقام بتابعة مكتوبة تحتها. يعني دي كده لبنى رقم زيرو. دي كده لبنى رقم واحد. دي كده لبنى رقم عشرة. بنى رقم حدوشة. دي كده الجراوند. هنا يبقى دي اسمها من اي زيرو ل اي فايف. هنا بيبقى في ان جراوند خمسة فولت. تلاتة بين تلاتة فولت. طيب. ده عبارة عن ايه? ده هتلاقيه عبارة عن اليو اس بي بورت. اليو اس بي بورت دوت. ده اللي بتوصل بي بتجيب كابل تحط طرف الكابل في اليو اس بي بورت دوت والطرف التاني عندك في اللاب. توصلوا باللاب عن طريق اليو اس بي بورت دوت. طيب. ده عبارة عن ايه? ده عبارة عن بتاعي اصلا اللي انا كنت هشتغل اللي هو بيعمل بتاع الموال ده كله. بتاع زي ما كنا اخدنا في المسال بتاع فقلنا ايه? هو عبارة عن مايكرو كنترولر بيكونترور الحاجات دي كل لها مع بعض. فهو ده بقى مايكرو كنترولر. هو حتة الاي سيها دي. اللي بتعمل لي كل الحاجات العظيمة دي. ماشي. ده عبارة عن ايه? ده عبارة عن اكسترنال باور سبلاي من ستة عشرين فولت. انا دلوقتي عشان اشغل الاردوينو دوت محتاج ان انا ندي له باور. صح ولا لا? اي حاجة في الدنيا عشان اشغلها محتاج ان اديها باور. فلو انت موصله من اللاب فهو خلاص قريدي واخد الباور بتاعه من اللاب. مفيش مشكلة. انت موصله باللاب وخلاص واللاب ليه بطارية وكده فهو اخد الايه? الباور بتاعه وتمام. طيب. لو انت مسلا عامل عربية. العربية دي بتتحرك بالموبايل مسلا. البلوتوث بتاع الموبايل فانت بتحركها عن طريقة اطلاقي قدام ارجاعي وراء الكلام ده كله. هل منطقي ان اجيب اللاب اوصله بالاردوين وافضل بقى اجري مسلا باللاب ورا العربية عشان يفضل متوصله باور? هتقول لي لأ. منطقي ايه? هتقول لي المنطقي انها هجيب بطارية. او هجيب اه البطاريات زي اي حاجة في الدنيا. فانت لما تجيب البطاريات هتجيبها من ستة عشرين فولت وتوصلها هنا على ده. طيب. من زيرو تلاتاشر دولت بقول عليهم ايه? دول بقول عليهم من زيرو لتلاتاشر. خلاص? وطبعا كل ده هنعرفه بالتفصيل بها ايه? لما نيجي نشرح مسلا الديجيتال فاقول لك انت خلي بالك ديجيتال مسلا من حقك توصل من بيني رقم زيرو وابيني رقم تلاتاشر. بقيت فاهمة انت ايه? عارف ان يعرف اني. دي بني رقم زيرو وبنى تلاتاشر. وايه? واعرف اوصل منه. طيب. ده عبارة عن ايه? ده عبارة عن الجراوند الجراوند اللي موجود في الدائرة اه باخدوه من الاردنونيو عن طريق العدنة ديت. ماشي. ده عبارة عن ايه? دي بتقباه عن الرايرونيو عشان تتأكد ان الاردنونيو المعاجدة مش محروق مفوش مشاكل الكلام ده كله. فالمفروض ان دي ان فعلا الارديني وصله باور الدولية تمام. طيب دي عبارة عن ايه? بنز دي هتلاقي عبارة عن من من فلما اجي اقول لك خلي بالك في درس هناخد بالا ما ناخد بتاع الانالوج وقول لك عندك فالانالوج هتوصلها من اي ايه فايف انا قصدي ايه? من ايه زيرو ل ايه فايف. طيب. هنا ده الفي ان ده عبارة عن طريقة تالتة اقدر ادي بيها آآ باور للارديني. احنا قلنا الطريقة الاولى عن طريقة وانت اصلا كيف موصله باللاب فبياخد الباور بتاعه من اللاب وعن طريق ده كده او عن طريق البن. طيب. عندي برضو واللي جنبيها يعني انت ممكن فيه تلاتة بن ممكن تاخد بين جراوند. في فرق? لا ما فيش فرق. لو خدت من دي هي هي دي هي هي دي. ما فيش اي فرق بين التلاتة. طيب. الخمسة فولت لو انت عايز بقى تاخد خمسة فولت جاهزين. ما هي دي بقى مست الاردوين وان هو بيديك كمان باور ممكن انت استخدمه. يعني ايه? يعني لو انا جبت سلكة حطته في الجراوند وجبت سلكة حطته في الخمسة فولت كأن بقى معاك آآ البوزيتف والنيجاتف بتاع بطارية. بطارية خمسة فولت. خلاص? طب لو انت عايز تلاتة بوينت تلاتة. فالبن دي بتوفر لك التلاتة بوينت تلاتة. طيب. الزرار ده بيعمل ايه? الزرار ده بيعمل وركز على الكلمة ديت كويس جدا 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 جدا. الزرار ده بيعمل ايه? بيعمل مش بيمسح الكود. ما فيش كود على الاردوينو بيتمسح. الكود ممكن عليه. فانا بشير الكود القديم احط كود جديد. لكن ان الاردوينو ذات نفسه يبقى مش عليه كود ده مش ما ما ينفعش يعني الاردوينو لما تجيب وترفع عليه كود هيفضل عليه كود خلاص فلما بيدوس آآ بوتون دي انا كأنني بيراستر الاردوينو هل انا لو لو راسترت اللاب مسلا آآ الويندوز هتوقعه لا طبعا يبقى هي دي كده ايه معنى مش بيمسح الكود جاست انه بيراستر اللاب بيراستر الاردوينو ازاي عن طريق انه تخليه يبدأ سطول الكود من اول تاني كده يكون خلصنا وعرفنا ايه هو الاردوينو بتفاصيله وكل بن موجودة في ازاي وان شاء الله ده المرة الجاية هنبدأ اول شغلنا في الاردوينو وهو الديجيتال سيجنال شكرا سلام عليكم